اذا قيمت الصلاة والانسان يطوف سواء طواف عمرة او طواف حج او طواف تطوع فانه ينصرف من طوافه ويصلي ثم يرجع ويكمل الطواف ولا يستانفه من جديد ويكمل الطواف من الموضع الذي انتهى اليه من قبل ولا حاجة الى اعاجة الشوط من جديد لان ما سبق بني على اساس صحيح وبمقتضى اذن شرعي فلا يمكن ان يكون باطن الا بدليل شرعي قاله الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى